في قلب العاصمة المؤقتة وعلى مقربة من قصر المعاشيق حيث مقر الحكومة والرئاسة تتواصل الفعاليات الاحتجاجية للمتقاعدين العسكريين بحثا عن مرتباتهم التي لم تصرف منذ خمسة أشهر المئات من المتقاعدين ينتظمون منذ أشهر في طوابير طويلة أمام مكاتب البريد بحثا عن الراتب الذي لم يصل على الرغم من الوعود الحكومية المتلاحقة يبدو ملف العسكريين المتقاعدين الأكثر تعقيدا من بين ملفات الجيش المطروحة على طاولة الحكومة إذ لم يجد الطريق لحسم مشكلاته حتى اليوم فهناك من المتقاعدين من لم يتم تسوية أوضاعهم منذ سنوات وهناك من تم إقصاؤهم تمضي الحكومة في إنجاز ملف المرتبات متجاوزة الحواجز البشرية المحتجة في شوارع عدن وفي جبهات القتال وليس هذا تجاوزا متعمدا بالنسبة للحكومة ولكثيرين أيضا فهناك من الملفات ما تستدعي الحادية لاستكمال بياناتها يتساءل الكثير من المتقاعدين عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار مشكلة عدم صرف المرتبات والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بتأجيل صرف مرتباتهم التقاعدية ولماذا تصم الجهات الرسمية آذانها عن معاناتهم استبشر المتقاعدون خيرا حين أعلنت الحكومة التزامها بدفع مرتبات جميع موظفي الدولة والبدء بإرسال مرتبات الموظفين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا وما بين استمرار أزمة صرف مرتبات المتقاعدين وتجاهل الجهات الرسمية هناك مسافة واسعة من قصة معاناة ممتدة لسنوات طويلة حان الوقت أن تجد نهاية سعيدة لكل مشوار الألم الذي غلفها خلال الفترة الماضية